فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تعلم هذا القرآن وعلى حفظه وعلى نشره والدعوة إليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه وكان يدارس جبريل القرآن في كل عام مرة في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه شيئا من القرآن وفي العام الذي توفي فيه كان يدارسه مرتين ولذا نعلم أن هذا القرآن محفوظ وأنه لم يتطرق إليه تبديل ولا تغيير ولا نقصان ولا زيادة ونعلم أيضا أن الله قد حفظه من أن يكون هناك تحريف فيه لا يعلم به عباد الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر